قال الله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون قال سبحانه أوهن البيوت ولم يقل أوهن الخيوط ويبقى بيت العنكبوت هو أوهن البيوت وأضعفه على الإطلاق على الرغم من شدة خيوطه وقوتها وهذا من الناحية المادية أما من الناحية المعنوية فهو أوهن بيت على الإطلاق لأنه بيت لا توجد فيه معاني المودة والرحمة وذلك لأن الأنثى في بعض الأحيان تقضي على الذكر بمجرد إتمام عملية الإخصاب وذلك بقتله وافتراسه لأنها أكبر حجما وأكثر شراسة وفي بعض الحالات تلتهم الأنثى صغارها وأحيانا لتقاتل الأشقاء من أجل الطعام أو المكان ومن ينجو يكرر المأساة نفسها والتي تجعل بيت العنكبوت أكثر البيوت شراسة ووحشية ومن هنا ضرب الله تعالى به المثل في الوهن لافتقاره إلى أبسط معاني الرحمة